بيس بي او بانيو السلام عليكم هلو افريبادي اهلا ابنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي هنكمل دلوقتي ان شاء الله منهجنا الازهر جان زي برب ثري منهج المستوى رفيع للمعاهد النموذجية عندنا النهار دا يوني التو what's the title of the unit عنوان الوحدة بتاعتنا smart world around us يعني العالم الذكي من حولنا هنشوف دلوقتي ان شاء الله lesson one what's the title of the lesson عنوان الدرس بتاعنا technology in our daily life يعني التكنولوجيا في حياتنا اليومية يلا نشوف الدرس بتاعنا ولو عزين تشوف الوحدة اللي فاتت هسيب لكم الدروس بتاعتها ان شاء الله في صندوق الوصف كمان هسيب لكم روابط لصفحة الفيس ويوتيوب وانستجرام ورابط قناة التليجرام نشوف مع بعض الدرس بتاعنا technology in our daily life عندنا passage قطع عنوانها technology in our daily life اللي هو عنوان الدرس اصلا التكنولوجيا في حياتنا اليومية يقولون هنا technology has become an integral part of our daily lives يعني التكنولوجيا أصبحت جزء متكامل من حياتنا اليومية كلمة integral يعني متكامل impacting almost every aspect of our existence يعني بتأثر تقريبا على كل ملمح من ملامح وجودنا from the moment we wake up until we go to bed we are surrounded by various technological devices يعني من ساتنا بنصح لغاية ما ننام احنا محاطين بالعديد من technological devices اللي هي الأجهزة التكنولوجية and innovations والاختراعات والابتكارات كل الحاجة التكنولوجية دي غيرت وعملت تغيير جذري revolutionized يعني عملت تغيير جذري في طريقة اللي احنا بنعيش بيها وبنعمل بيها وبنتواصل بيها one of the most significant ways technology has transformed our lives يعني من أهم الطرق اللي أصدرت بها التكنولوجية على حياتنا وغيرتها through communication هي من خلال التواصل in the past في الماضي people relied on traditional methods الناس كانت بتعتمد على الطرق التقليدية such as زي letters الخطبات or landline phones أو التليفون الأرضي to stay in touch with loved ones يعني عشان يتواصلوا مع الناس اللي بيحبوهم كانوا بيعتمدوا على traditional methods طرق تقليدية زي letters والlandline phones الخطبات والتليفون الأرضي however with the advent of smartphones بعد كده بقى مع ظهور smart phones اللي هي الهواتف الزكية and the internet وكمان the internet communication has become instantaneous and effortless يعني التواصل أصبح فوري instantaneous يعني فوري حالي بسرعة أول محتاج حد ألاقيه ثواني أو صاله ثواني and effortless يعني كمان بدون مجهود مش متعب can now connect with anyone anywhere in the world within seconds through social media platforms ممكن أن نتواصل مع أي حد في أي مكان في العالم في خلال ثواني من خلال منصات التواصل الاجتماعي video calls ومكالمات video or instant messaging applications أو التطبيقات الخاصة بالرسائل الفورية furthermore بالإضافة لذلك technology has greatly enhanced our access to information يعني كما التكنولوجيا طورت من كيفية وصلنا للمعلومات access to information والوصول للمعلومات in the past في الماضي we had to rely on books كان لازم نعتمد على الكتب encyclopedias والموسعات or libraries والمكتبات to gather its knowledge عشان نجمع المعلومات أو المعرفة كنا بنضطر نروح المكتبة ونقرأ كتب وموسعات وهكذا today was just few clicks بس بنقارات بسيطة on a search engine على محرك بحث we can access a best amount of information on any topic imaginable يعني ممكن نوصل لكمية مهولة كمية كبيرة جدا من المعلومات على أي موضوع نتخيله this easy access to information يعني الوصول السهل دوت للمعلومات has not only made learning more convenient but has also empowered individuals to stay informed about current events and global issues يعني الوصول نحن نقدر نوصل للمعلومة بسهولة ده مش بس خلال التعليم مريح ومناسب أكتر لكن كمان عمل empowered يمنح القوة للأفراد إنهم يفضلوا دايما على علم بالcurrent events الأحداث الجارية اللي بتحصل حواليهم and global issues والقضايا العالمية another area where technology has made a significant impact is in the field of entertainment يعني مجال تاني التكنولوجيا عملت فيه تأثير كبير هو entertainment اللي هو مجال الطال فيه gone are the days when we had to wait for our favorite TV shows or movies to be broadcasted on television يعني خلاص الأيام عدت لما كنا بنقعد نستنى التيفي شو العرض التلفزيوني بتاع الموفي بالتعب فيلم أو المسلسل اللي احنا عايزينه نقعد نستنى عشان يبقى broadcasted on television لما يتعرض في التلفزيون لا خلاص كل ده راح بقى with streaming services الوقت مع ختمات البس we can now watch our favorite shows ممكن دلوقت نتفرج على العروض المفضلة عندنا and movies والأفلام anytime anywhere في أي وقت وفي أي مكان additionally بالإضافة لذلك technology has given rise to various forms of entertainment كمان التكنولوجيا خلت وسائل تانية للترفيه تظهر زي such as video games يعلعاب الفيديو virtual reality experiences وتجارب virtual reality اللي هو الواقع الافتراضي and online platforms for music and art والمنصات كمان ال online الخاصة بالموسيقى والرسم وبالفن وبيوفر اختيارات متعددة ملهاش نهاية للترفيه ولشغل وقت الفرق وكمان للاستمتاع كمان التكنولوجيا عملت تغيير جزري طورت من في الطريقة اللي احنا بنشتغل بيها وكمان بندور العمل بتاعنا يعني دلوقتي المهمات اللي كانت صعبة زمان في الشغل عشان ننفذها وبتضيع وقت كتير محتاجة وقت كتير ومجهود كبير دلوقتي ومساعدة الكمبيوتر واللابتوب والسمارتفون كل ده بيخلص بسرعة وبمجهود قليل كمان بكفاءة efficiently ممكن كمان نهاردة نتعاون مع زميلنا ريموتلي عن بعد هو ببيت وانا ببيتي وبنخلص شغل مع بعض وكمان نوصل للوصائق الخاصة بالعمل من أي مكان احنا فيه كمان بنحتر اجتماعات افتراضية تكنولوجي has also opened up new avenues for enter entrepreneurship كمان التكنولوجيا فتحت مجلات كتيرة وليه الانتربرنيرشب اللي هو العمل الحر بقى سبول كتيرة وطرق كتيرة موجودة للعمل الحر entrepreneurship يعني العمل الحر allowing individuals to start with their own businesses online بتسمح للأفراد خليتهم يقدروا يبدأوا العمل بتاعهم online and reach a global audience ويقدر يوصلوا لجمهور على مستوى العالم however while technology has undoubtedly brought numerous benefits to our lives يعني بالرغم من بينما التكنولوجيا عملت numerous benefits فوائد متعددة لحياتنا بلا شك طبعا it's essential to acknowledge لكن ضروري نحن نعرف it's potential potential drawbacks نعرف ان فيها لها drawbacks يعني عقبات او عيوب اللي هي the overuse of technology can lead to sedentary lifestyles يعني ممكن تأدي تكنولوجيا لسلوب حياة خاص عادة عمل مفوش حركة كلمة sedentary يعني بخاص بحاجة دايما قاعد انت دايما قاعد مش بتتحرك عادي من الحركة فاسلوب الحياة اللي مفهولش حركة دا طبعا unhealthy غير صحي بالمرة فده عيب من عيوب التكنولوجيا كمان بتقلل النشاط الجسماني مفيش نشاط فيش تدريبات لانك مش بتروح وتيجي وتخرج من البيت وكل دا تدريبات لجسمك وكمان بتأدي للنعزال الاجتماعي لاننا مش بنخرج من البيت بنشوفش ناس حوالينا يعني مهم جدا اننا نحاول نعمل توازن بين التكنولوجيا بالمميزات بتاعتها وبين اننا نقدر نستمر في الخبرات الحياتية الحقيقية والتفاعل مع البشر كلمة indispensable معناها لاغن عنه يعني التكنولوجيا اصبحت جزء لاغن عنه في حياتنا اليومية يعني غيرت وحولت الطريقة اللي بنتواصل وكمان الطريقة اللي بنوصل بها للمعلومات واللي بنتسلى بيها وكمان اللي بنشتغل بيها خلت حياتنا ملأمة اكتر وكمان بيها كفاءة اكتر لكن من المهم اننا نستخدم التكنولوجيا بشكل مسؤول ونحاول نلاقي توازن صحي ما بين المزايا بتاعتها وفويدها وكمان العيوب او العوائق اللي ممكن تحصل بسببها بسدج تانية عندنا في الورك باك بتتكلم برضو عن تكنولوجي بلان تكنولوجي has witnessed impressive evolution in the past few decades يعني تكنولوجيا شهدت تطور هائل في العقود الاخيرة الماضية كلمة decades يعني عقود العقد اللي هو عشر سنوات يعني التكنولوجيا غيرت من حياتنا وساعدتنا كماننا نتطور معها يعني بيقول لنا من أول ما هي سهلة طرق الصفر المستمر من خلال طرق بتاعت الصفر السيارات وكده وريل ويز اللي هي طرق السيك الحديد واركرافت والجو كل الوسائل دي اتطورت بسبب التكنولوجيا وكمان وسائل التواصل حوالين العالم يعني التكنولوجيا بتلعب دور مهم في تطوير حياتنا اليومية يعني ساهمت أكتر من أي حاجة عشان تساعد إنها تساعد البشرية أنهم يعيشوا في حياة من الطرف وكمان الرحة كمان بسبب التكنولوجيا قدرنا نعرف العالم بتاعنا وكمان الفضاء الخارجي بشكل أفضل يعني كل مجال بيدين بالتطور بتاعه والتقدم بتاعه للتكنولوجيا وده بيوضح أهمية التكنولوجيا في كل ملمح من ملامح حياتنا يعني في دايما عمل مستمر في مجالات التكنولوجيا لأنها بتقدم فوائد مهمة جدا يعني الفوائد دي بتأثر على حياتنا اليومية وكعلى عمليات كمان اللي ملهاش عدد في الصناعات زي الرعاية الصحية اللي هي الحاجات الذاتية الحركة التواصل التصنيف وكمان العمل يعني احنا بنعيش في عالم ضروري فيه جدا اللي هي التعاون أو المشاركة وكمان التكنولوجيا طورت الطريقة اللي احنا بنتشارك وبنتعاون بها بيولنا 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 الأعمال التجارية بتستفيد جدا من المميزات الافتراضية للاختراعات التكنولوجيا اللي هي الإبداعات التكنولوجية اللي بتسمح بالتواصل من أي مكان في العالم من خلال الوسائل التكنولوجية يعني الوسائل التكنولوجية دي خلتنا نقدر نوصل يعني الجمهور أكبر بسهولة أكتر يعني بقى عندنا إمكانية الوصول لمصادر مختلفة كمان بالإضافة الكل ده التكنولوجية بتساعد بتكون بتجهيز يعني يجهز يمد بالأدوات الناس اللي محتاجين نوع معين من المساعدة يعني الناس مثلا اللي هم ذوي الإحتاجات الخاصة محتاجين أدوات تانية تساعدوا من يقدروا يعيشوا حياتهم ويقدروا يتواصلوا مع العالم من حواليهم أفضل التكنولوجية بتسمح لهم بده على سبيل المثال مع التطور بتاع الحاجات اللي هي قائمة عن مشاركة والتعاونية الناس اللي هي مصابة بالفقدان البصر أو الناس اللي عندها صعوبات في السمع ممكن يقدم لهم المساعدة باستخدام التكنولوجيا كمان الأدوات المتعلقة بالصحة زي المفاصل الصناعية بتساعد الناس اللي عندها يعني أعقاد معينة الأجهزة دي بتساعد ناس اللي عندها دي بتساعدهم يبقى عندهم حياة أفضل يقدروا ييشوا حياة أفضل نشوف المين بوينس اللي النقاط الرئاسية اللي مرت علينا عرفنا موضوع الدرس بتاعنا التكنولوجيا في الحياة اليومية طبعا الجمل دي بنذاكرها عشان الترجمة عشان أسئلة الاختياري لازم نبقى فاهمين الموضوعات الوحدة عشان بتسهلنا حل حاجات كتير أو في الامتحان ممكن كمان يجيلي باسدش ممكن تجيلي في البراجراف وهكذا يعني التكنولوجيا أصبحت جزء متكامل من حياتنا اليومية كلمة integral يعني متكامل يعني الأجهزة والابتكارات التكنولوجية المتنوعة غيرت الطريقة اللي بنعيش وبنتواصل بها revolutionized هنا يعني ايه؟ يعني غيرت في الماضي كان الناس بيعتمدوا على الطرق التقليدية traditional methods such as letters زي letters الخطابات or landline phones أو التليفون الأرضي to stay in touch with loved ones عشان يتواصلوا مع أحبائهم with the advent of smartphones and the internet يعني بقدوم الهواتف الذكية والإنترنت communication has become instantaneous and effortless التواصل أصبح instantaneous يعني فوري وeffortless يعني بدون مجهود technology has greatly enhanced our access to information يعني التكنولوجيا عززت بشدة وصولنا للمعلومات يعني حسنته the easy access to information has made learning more convenient يعني الوصول السهل للمعلومات خلت تعليم أكثر راحة convenient هنا يعني مريح technology has made a significant impact in the field of entertainment يعني التكنولوجيا أحدثت تأثير هام في مجال entertainment اللي هو الطرفية technology has also opened new avenues for entrepreneurship يعني التكنولوجيا فتحت أيضا طرق جديدة لزيادة الأعمال entrepreneurship اللي هو العمل الحر the overuse كلمة avenues معناها طرق أو سبل the overuse اللي هو الاستخدام المفرط لتكنولوجيا of technology can lead to sedentary lifestyles يمكن أن يؤدي إلى نمط حياة قليل الحركة كمان decreased physical activity وقلة النشاط الجسدي and social isolation اللي هي العزلة الاجتماعية دي عيوب التكنولوجيا يبقى لها ثلاث حاجات sedentary lifestyles اللي هو نمط حياة قليل الحركة decreased physical activity يعني قلة النشاط الجسدي and social isolation اللي هو الانعزال أو العزلة الاجتماعية it's crucial to find a balance between utilizing technology and human interaction يعني قلنا من الضروري كلمة crucial يعني من الضروري أنه لجاء التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا والتفاعل البشري technology has become an indispensable part of our daily lives indispensable يعني إيه؟ يعني التكنولوجيا أصبحت جزء لغنا عنه من حياتنا في حياتنا اليومية بعد كده نتكلم عن حاجة اسمها callications callications اللي هي إيه؟ يعني كنمتين نحطوهم مع بعض يدونا معنى جديد تشوف كده زي إيه مثلا عندنا أنواع مختلفة من the callications ممكن نجيب two nouns اسمين نحطوهم مع بعض نسميه noun noun callications اسمين مع بعض ويطلع معنى معين وبتلاقيه متقرر على طول تلاقيهم بيجوا مع بعض باستمرار عشان يفيدوا المعنى ده زي مثلا كلمة beauty industry beauty industry ليا صناعة التجميل دول اسمين جمع بعض ده نسميه إيه بقى طالما اسمين جمع بعض دول بنسميهم إيه؟ callications بقى طلعونا مصطلح على بعض وكده بقى beauty industry ليا صناعة التجميل عندنا كمان board game نحطوهم كويس ولو حتى شفويا board game اللي هي لعبة الطاول أي لعبة بتتلعب وحنا عادين على الطرابيزة كده زي طامنة زي الطاولة board game car park موقف انتظار السيارات برضو cardia noun وpark noun أصبح الدوات اسمه callications مجموعة كده تجي مع بعضها car park combat mission مهمة قتال combat mission a surge of anger يعني موجد غضب a surge of anger motor vehicles motor vehicles اللي هي المركبات kitchen cabinets اللي هي خزانات المطبخ kitchen cabinets health club نادي صحي health club cheesecake كعكة الجبن cheesecake a bar of soap a bar of soap يقالب من الصابون action movies أفلام الحركة action movies computer business أعمال الكمبيوتر computer business cable car cable car اللي هي عربة معلقة child care رعاية الطفل child care abuse of power يعني إساة استخدام الطاقة abuse of power debit card يعني بطاقة مدين كمان عندنا office hours اللي هي ساعات العمل credit card كرت ائتمان call center مركز اتصالات core value قيمة جوهرية advertising agency اللي هي وكالة اعلانات دي أمثلة لبعض الكالكيشنز هنا مثالها في الجمل banks get paid by retailers each time a debit card is used debit card هنا يعني كرت ائتمان he goes shopping using a credit card بتسوق باستخدام الكريدت كارد اللي هو كرت ائتمان لكن ده كرت مدين sorry I bought new covered kitchen cabinets اشتريت new covered kitchen cabinets يعني خزانات جديدة جديدة للمطبخ دي أمثلة اللي هي اسم واسم noun plus noun طيب فيه تاني حاجات تانية ايوة فيه عندنا adjective plus noun callications callications متكون من صفة وبعدها اسم زي لما يقول مثلا excruciating pain يعني قلم شديد excruciating دي صفة وبain دوت noun فده اصبح callications عبارة عن صفة واسم كمان عندنا ممكن يكون adverb adjective يعني حيال او ظرف وبعد دي صفة زي satisfied قانع تماما completely satisfied كمان ممكن يبقى noun verb يعني اسم وبعد يفعل زي lines roar اللي هو تزأر الاسود when we scared we were scared when we heard lines roar كمان verb noun callications يعني ممكن يبقى فعل وبعد يسم زي commit suicide ينتحر كمان دوت verb suicide دوت اسم فأصبح callications عبارة عن verb noun كمان suicide كمان عندنا advertising agency فعله اسم call center برضو ده فعله اسمي ممكن يبقى call هنا ممكن تبقى فعل verb adverb ممكن كمان يكون عندي verb يعني فعل وبعد يه حال او ظرف زي wave frantically يعني يلوح بشكل هاج wave دوت فعل و frantically دوت adverb verb expression with preposition callications ممكن يبقى verb وبعدين تعبير تاني في حرف جر زي burst into tears زي يعجهش بالبكاء burst دوت فعل وبعد يه هنا حرف جر واسم burst into tears بقى دي كانت امثلة ل callications grammar هنا بيتكلم عن ايه في ليند بتاعتنا اول حاجة هو هنتكلم في الاساس عن صياغ المستقبل بس هنراجع بسرعة على الازمنا اللي مرت علينا قبل كده بيفكرني ب present simple tense اللي هو المضارع البسيط طبعا عارفينه لو جنب كون من التصريف الاول للفعل مع i و زي يو الاسم الجامع لكن مع he she it والاسم المفرد بنضيف للفرب s او es او ies اقول i study english لكن اما اقول he اقول he works hard بنضفلها s مع he و she و it و المفرد بنستخدمه بنستخدمه to express a future action that presents a fixed time table احنا تعودنا احنا بنستخدم present simple عشان نعبر عن الاشياء المتكررة بشكل يومي او كده لكن النهاردة هنستخدمه للتعبير عن المستقبل ازاي هنستخدمه للتعبير عن المستقبل قالنا اه ممكن نستخدمه في حال اننا بنتكلم عن a fixed time table لما نكون بنتكلم عن حاجات لها موعيد سبتة زي موعيد القطرات موعيد الاوتوبيسات موعيد الحصص فتح وغلق المؤسسات يبقى الحاجات دي اللي لها موعيد سبتة لما جا تكلم عنها في المستقبل اقولها سفر بكرة القطر هيغادر بكرة الساعة كزا هنا ما باستخدمش مستقبل بولو المصدر او going to كلام ده لا باستخدم present simple اللي هو المدارع البسيط للتعبير عن المستقبل اقول كده يعني قطر بتاعنا الاسكندرية هيغادر الساعة ستة ونص يوم لتنين قادم ما بص هنا لقينا كلمة naxed naxed من الكلمات اللي بتدول عن مستقبل طيب مستقبل بقى ما استعجلش وقولها استخدم ولو المصدر والحاجات دي ليه لان ده موعد قطار وموعد القطار ده بيبقى ثابت فيه جدول زمني محدد في الحالة دي باستخدم المدارع البسيط للتعبير عن المستقبل باخد بالي لو اتكلمت عن موعد قطار او اوتوبيس او حصص او معاد مؤسسة تفتح وتقفل كل ده هستخدم له ايه عشان لحتى لو جملة مستقبل هنستخدم present sample مدارع بسيط لو التصريف الاول للفعل ومع المفرد نضيف s او es كمان بيقول لي ان انا ممكن استخدم present continuous زمن المدارع المستمرة للتعبير عن المستقبل طيب نفتكر كده كان بيكون من ال present continuous بيكون من am is r verb ing عرفنا ان am بتيجي مع i is مع he she it والاسم المفرد وar مع we ze u والاسم الجامع طيب استخدمه امتى بقى للتعبير عن المستقبل ناخد امثلة الاول he is playing tennis now وهو دلوقتي بيلعب tennis كلمة now يعني الان حاجة مستمرة دلوقتي انا باستخدم المدارع المستمرة اصلا عشان اعبر عن حدث مستمرة دلوقتي وnow من اشهر الكلمات اللي بتدول عليه فقولنا is playing is عشان الجملة بدأ بهي وحطينا i نجيل الفرب they are watching tv at the moment برضو at the moment من الكلمات اللي بتدول على المدارع المستمر فاخترنا هنا are watching are لان الجملة بدأ بذي وحطينا عين جيل الفرب طيب ازاي باستخدم الزمن بتاعي بقى في المستقبل يقول لنا we can use the present continuous to express a future action ممكن نستخدمه عشان نعبر حدث المستقبل that's previously prepared لما يكون الحدث ده تم الترتيب له مسبقا زي ما اقول we are traveling to Luxor next week احنا مسافرين Luxor الاسبوع القادم everything is arranged يعني كل شيء تم الترتيب له يعني خلاص جهزنا الشنط بتاعتنا وحجزنا التذكر بتاعت القطر وكل حاجة رتبناها في الحالة دي ممكن استخدم present continuous المدارع المستمر للتعبير عن المستقبل فقولنا هنا we are traveling to Luxor next week رغم اننا كست بتدل على المستقبل لكن احنا اخترنا مدارع المستمر ليه لان في حاجة رتبت لها ترتيب مسبق وخلصت كل الترتيبات وباقي على التنفيذ بس ايه الكلمات الدل عليه امتى استخدم المدارع المستمر للتعبير عن المستقبل لو لقيت في الجملة عندي كلمة زي arrange يعني رتبت او prepare يعني يعد او يجهز او اقول make arrangements يعني يقوم بعمل ترتيبات او اقول make preparations يعني يقوم بعمل اعدادات كلها كلمات بتفيد ايه الترتيب والتجهيز كمان ممكن استخدم للتعبير عن المستقبل المستقبل بgoing to بي اللي هو verb to be اللي هو am او is او are وبعدين going to والمصدر ده شكل المستقبل احنا بنسميه مستقبل قريب am is are going to والمصدر طيب ده التكويدات شكله بيكون ازاي ام طبعا عارفين انا بتجي مع i is مع هي وشي وقت والمفرد وار مع وي زي يو الاسم الجامع طب امتى بستخدم المستقبل بam is are going to والمصدر قال لنا بستخدمه عشان اعبر عن اكتر من حاجة اول حاجة future action that's planned or intended يعني عشان اعبر عن خطط ونوايا مستقبلية حاجة بخطط لها لسه او ناوي اعملها اما يقول محمد is going to sell his old car محمد هيبيع عربيته يبقى دي حاجة هو ناوي يعملها وبيخطط لها فاستخدمنا مستقبل بgoing to وما ننساش لازم قابل going to am او is او are وبعدها الفعل في المصدر كمان بستخدمه في حالة production based on evidence اما كنت بتنبأ بحاجة بس التنبأ بتاعتها مبني على دليل evidence يعني دليل اما اقول مثلا it's cloudy جو مغيم it's going to rain عشان كده اقول الدنيا هتمطر انا هنا عندي دليل استنادت ليه اللي هو ان الجو مغيم ففي الحالة دي يجيب مستقبل بgoing to فقلنا it's اللي يختصر is it's going to rain كمان بستخدمه عشان عبر عن actions that are about to happen عبر عن الحاجات اللي هي على وشك الحدوث خلاص هتحصل قريب جدا watch out العربية راحة تخبطك لقدر الله دي حاجة على وشك الحدوث في الحال كده يبقى استخدم مستقبل بgoing to ايه الكيووردس الكلمات اللي تخليني اختار مستقبل بgoing to في الجملة لو لقيت كلمة intend يعني ينوي او intention يعني نية او plan يعني خطة ويخطط او decide يقرر او decision يعني قرار او watch out يعني احترس بعد كده كمان بستخدم future sample اللي هو اصلا المستقبل البسيط اللي كان بيكون من ايه will plus infinitive will والفعل في المصدر بيكون طبعا مع will will بتيجي مع كل الضمائر ومع المفرد والجمع طب نستخدمه امتى عشان عبر عن ايه الاول promise promise يعني وعد اما وعد حد i will get you a present if you get high marks هجيب لك هدية لو جيبتوا درجات علي ده اسمه promise يعني وعد عشان بوعده بحاجة فاستخدمت will والمصدر كمان باستخدمه في حالة threat يعني التهديد i will punish you if you do it again هعقبك لو عملت كده تاني بلاحظين استخدمنا مع ايه مع if لان اصلا if في الحالة الاولى بيجي ايه بعدها present simple والجزء التاني will والمصدر اللي هو المستقبل البسيط request في حالة request اللي هو الطلب will you help me with my homework ممكن تساعدني في الواجب استخدمنا برضو هنا مستقبل بول والمصدر كمان في حالة offer offer اللي هو العرض ما جا عرض عليك حاجة i will help you carry this heavy bag انا هساعدك في ان تشيل الشنطة التقيلة دي بقى انا استخدمت برضو مستقبل بول والمصدر في حالة العرض والطلب كمان بيستخدمه في حالة quick decision اللي هو قرار السريع اما اقول مثلا the phone is ringing التلفون برن i will answer it انا هروح ارد عليه حاجة حصلت وانا بقى تجاوب معها بشكل سريع فاستخدمت وول والمصدر كمان باستخدمه production based on what we think لما تنبأ بحاجة معتمد على الاعتقاد عندي مش على دليل ما عنديش دليل عليها i think our team والويندا ماتش اعتقد الفريق بتاعنا هيفوز بالمباراة ما عنديش طبعا اي دليل هنا قلته في الجملة فاستخدمنا ويل والمصدر كمان future fact حقيقة هتحصل في المستقبل مثلا next year i'll be 16 السنة جايب عندي 16 سنة دي حقيقة فعلا السنة دي عندي 15 فالسنة جايبه 16 يبقى هنا ويل والمصدر warning or otherwise يعني اما جا حذرك pay the fine or you will go to prison ادفع الغرامة او هتروح السجن برضو استخدمنا هنا اللي التحذير والو المصدر hopes اتمنى حاجة لحد i hope they will find a solution to the problem اتمنى انهم يلاقوا حل المشكلتهم يبقى لما لاقي hope هاستخدم مستقبل والو المصدر كمان في حالة fears المخاوف i'm afraid she won't come to the party خايف او انا اسبق او بنقال الان or she want انها مش هتيجي الحفلة يبقى لما لاقي i'm afraid برضو اجيب معاها will والمصدر طبعا want هنا اختصار لكلمة will not اللي هو نافي will كمان في حالة first conditional زي ما قلنا اللي هي if في الحالة الشرطية الاولى قعدة if في الحالة الاولى if you study hard you will get high marks لو ذكرت كويس هيجيب درجات عالية if الحالة الاولى اللي بييجي بعد الجملة الاولى اللي مع if على طول بييجي بعدها مدرع بسيط والجملة التانية اللي بقيد عنها مستقبل will والمصدر دي استخدامات المستقبل ب will والمصدر طب امتى بستخدمه ايه كلمات اللي تخليني استخدمه لما لاقي عندي كلمة think اما اقول i think اعتقد او expect اتوقع او i'm sure انا متأكد او certainly بالتأكيد او believe يعني اعتقد او promise يعني يوعد او probably من المحتمل definitely بالتأكيد hope يأمل i'm afraid اخشى possibly يعني من الممكن i expect our team will win the championship لما لقينا هنا expect اخترنا مستقبل ب will والمصدر it's cloudy i think it's going to rain هنا بقى مفرق لي بين اللي اتنين اهو انا هنا بتوقع ان الفريق هيكسب ما عنديش اي دليل فبجيب will والمصدر لكن المثال التاني قلنا it's cloudy جبنا دليل على التوقع بتاعنا ان الجو هيمطر فاستخدمنا المستقبل ب going to عشان نفرق بين اللي اتنين يعني ما استعجلش في الجملة دي لو لقيت i think عشان قلنا think بتيجي معا will والمصدر لا i think لو انا عندي دليل في الجملة هجيب مستقبل ب going to لكن لما فيش دليل اجيب مستقبل ب will والمصدر بعد كده زمان future perfect اللي هو المستقبل التام بيكون من ايه بيكون من will have past participle will have وبعدها التصريف التالت للفعل will have مع كل الضمائر ومع المفرد والجمع وبعدها التصريف التالت she will have finished the project هتكون خلصت المشروع بتاعها will have finished will have والتصريف التالت بستخدموا ليه المستقبل التام we use the future perfect to express an action that will finish before a certain time in the future اما اتكلم عن حدث هينتهي او يكتمل قبل وقوع وقت محدد في المستقبل زي مثلا they will have built the bridge by 2027 هيكون وخلصوا بناء الكبري قبل عام 2027 يبقى لما لاقي boy وبعدها مدة في المستقبل اعرف ان زمن الجملة هيبقى future perfect يعني مستقبل تام يعني will have والتصريف التالت يبقى لما لاقي boy او before معناهم قبل وبعدهم مدة في المستقبل اعرف ان انا هجيب زمن مستقبل كمان لما لاقي in years time امقول لك في خلال عدد معامل السنوات زي in three years time يعني في خلال ثلاث سنوات او في مدة ثلاث سنوات we will have built the villa هنكون خلصنا بناء الفيلا يبقى ايه متعرف ان الجملة مستقبل تام لو عندي boy وبعدها مدة في المستقبل buy او before او اقول in وبعدين مدة years time بعد كده future كانتين وسلوا المستقبل المستمر بيكون من ايه will be verb ing will be verb ing برضو will be مع كل الضمائر ومع المفرد والجامع i will be watching the film at 5.30 tomorrow هكون بشاهد الفيلم ده الساعة خمسة ونص غدا بنستخدم الزمن بتاعنا ليه we can use the future continuous to express an action that will be in progress at a certain time in the future بس تخدمه عشان عبر عن حدث هيكون مستمر فترة معينة في المستقبل سوف أكون منتظرك غدا صباحا هنا جبنا tomorrow كلمة من كلمات المستقبل بس حددنا فترة معينة في المستقبل اللي هي morning لفترة الصباح غدا صباحا يبقى لما لقيت tomorrow أو أي كلمة من كلمات المستقبل بس معاها فترة معينة زي مثلا morning أو زي مثلا add 5.30 اد ومعها ساعة فترة معينة في المستقبل يبقى ده زمن يعني مستقبل مستمر يعني الكلمات اللي بتدل عليه add this time tomorrow مقولك في الوقت ده غدا حددت وقت مع كلمة tomorrow هنا يبقى هيبقى فيه استمرار ناكست كذا ناكست طبعا من كلمات المستقبل بس لو حددت معاها وقت at 5.00 مثلا tomorrow الساعة خمسة غدا حددت وقت معين هيبقى فيه استمرار من 6 إلى 8 بعد برضو فترة مستمرة في المستقبل يبقى زمن مستقبل مستمر مثلا في الوقت ده غدا سوف أكون مذاكر الإنجليزية بعد كده بيكلمني في الرايتينج إزاي أكتب بلوغ بلوغ مدونة عن تكنولوجيا استخدام تكنولوجيا في التعليم هنا بيقول لي إزاي أعمل مقدمة للبلوغ بتاعتي بيقول لي إن الانترودكشن بتتكون من حكتين background ومين background يعني معلومات كده عامة خاصة بالموضوع أدخل بها الأول للموضوع بتاعي وبعد كده أتكلم عن الفكرة الرئيسية بتاعتي اللي أنا هتكلم عنها في الموضوع بتاعي زي ما أقول مثلا يعني هو العنوان بيقول لي استخدام التكنولوجيا في التعليم فببدأ الأول بمقدمة عامة عن التكنولوجيا التكنولوجيا بتستخدم في مجالات عديدة في حياتنا اليومية ونقول كمان بتحسن وتعزز زرعة والدقة في الطب في الاتصالات في النقل في الفضاء وكمان في التعليم يعني بندي فكرة عامة هوا الأول عن التكنولوجيا ما تخلتش في الموضوع مرة واحدة وبتستخدم بشكل واسع في الأغراض التعليمية أدخل بقى للموضوع بتاعي أساسا اللي هو استخدمها في التعليم يعني في المدارس والجماعات بتسهل التعلم والتعليم وبتمكن البحيسيين والطلاب إنهم يستخدموا محركات البحث بسهولة وبشكل واسع بدأ إزاي أعمل مقدمة لأي موضوع أتكلم عنه إننا الأول بجيب معلومات عامة في الخلفية بشكل عام وبعدين أتكلم عن الفكرة الرئاسية اللي أنا هكتوب عنها نشوف أهم الكلمات المرة تعلينا النهاردة repeat after me integral integral متكامل يعني integral vast vast revolutionize revolutionize indispensable 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 instantaneous 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 empower empower potential 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 convenient 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 numerous 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 avenue avenue drawbacks drawbacks impact impact aspect aspect gather, gather, remote, remote, current events, current events, global issues, global issues, field, field, virtual reality, virtual reality, search engine, search engine, options, options, leisure, leisure, collaborate, collaborate, entrepreneurship, entrepreneurship, the globe, the globe, facilitate, facilitate, contribute, contribute, convenience, convenience, luxury, luxury, progress, progress, operations, operations, industries, industries, manufacturing, manufacturing, symbolize, symbolize, appliances, appliances, gadget, gadget, obesity, obesity, تصريفات الأفعال, irregular verse, تصريفات الأفعال غير منتظمة, become, became, become, wake up, woke up, walking up, go, went, gone, give, gave, given, rise, rose, risen, bring, brought, brought. Important expressions تعبيرات همم أول play a vital role يعني يلعب دوراً حيوياً With the advent of يعني بقدوم أو مجيء كزاً Or with the advent of smartphones مثلاً Stay in touch with يعني يبقى على اتصال بي Within seconds يعني في خلال ثواني Bring benefits يعني يجلب فوائد Prepositions حروف جر Surrounded by محاط بي Surrounded by Rely on يعتمد على Access to ما تخلي يعني يوصل لي Wait for ينتظر In conclusion ختاماً في الختام Lead to يؤدي إلى Impact on تأثير على بعد كده جيب لي الword والسنانم يعني المراضف لها وبعدين الانتنم المضاد Word in context way مثال يعني حط الجملة في محتوى عشان نفهم معناها كلمة integral متكامل معناها السنانم بتاعتها Essential أو vital طب الانتنم عكسها Unimportant أو unnecessary مثال لها The heart is an integral part of the human body القلب جزء متكامل من الجسم Vast يعني شاسع أو واسع يمزوي كلمة huge أو massive أو عكسها tiny أو small مثال We visited vast areas of reinforced زورنا مساحات شاسعة من الغابات الاستوائية Revolutionalized معناها غيرت السنانم بتاعتها مراضفها transformed أو changed عكسها stabilize يعني يفضل مستقر مثال The invention of the printing press revolutionized the world يعني اختراع الصحافة المطبوعة عمل تطوير أو تغيير جزري في العالم Indispensable لا غنى عنه بتساوي كلمة essential وعكسها unnecessary يعني غير ضروري A good dictionary is an indispensable tool for any writer يعني قموس جيد ووسيلة لا يمكن الاستغناء عنها بالنسبة لأي كاتب Instantaneous يعني معناها فوري بتساوي كلمة immediate والأنتنم بتاعتها late We should learn methods of instantaneous communication يجب نتعلم طرق للتواصل الفوري Empower Empower يعني يمنح القوة بتساوي كلمة strengthen وعكسها weaken technology empowers people to stay informed about global issues يعني تكنولوجيا تمنح القوة للناس عشان يبضلوا على معرفة بالقضايا العالمية Potential يعني كامل أو محتمل بتساوي possible وعكسها impossible The potential benefits of the new system Convenient معناها ملائم أو مريح بتساوي comfortable أو suitable وعكسها inconvenient Mail orders catalogs are a convenient way to shop يعني الcatalogs ديت مطرق ملائمة لتسوق عندنا برضو جايب لي هنا الword والsynonym المراضف بتاعها والdefinition تعريف بتاعها ناخد بالنا من ده عشان برضو جمل الاختياري كلمة evolve يتطور تدريجيا evolve بتساوي كلمة develop to develop gradually معناها يتطور تدريجيا يبقى evolve معناها to develop gradually artificial اللي هو صناعي false أو not real معناها إنه نوتريل غير حقيقي مصطنع made in imitation of a natural product يعني معمول كتقليد لحاجة طبيعية convenience الملائمة بتساوي كلمة suitability ومعناها ومعناها the quality of being suitable اللي هو الحاجة تبقى ملائمة virtual افتراضي معناها very nearly having the effect but not the appearance of form of something يعني حاجة لها أثر أو مظهر شيء معين لكن مش الشكل الحقيقي نفسه advancement معناها progress ومعناها definition بتاعها promotion in rank or status اللي هو الترقية في مركز أو مكان معين أو مكان معين ده معناها كلمة advancement يعني تقدم transform يغير تساوي change ومعناها to change completely in form or function حاجة تتغير في الشكل وفي الوظيفة essential, ضروري, important or necessary ده معاني بتاعتها synonyms with definition vitally important, basic or fundamental مهم جدا أو أساسي avail يعني نفع أو فائدة تساوي كلمة benefit to be of use advantage or assistance يعني حاجة لها ميزة أو فائدة أو مساعدة نحن اللي بقى نشوفهم النهاردة number one the rise of social media has opened up more for people to express and connect with others who share their interest إن الاستخدام social media ده أو تطور social media وظهورها خلى الناس يبقى لها إيه أكتر إنها تتواصل مع الناس اللي لهم نفس اهتماماتهم في طرق كتيرة طرق كتيرة يعني avenues the training program the employees to take one more responsibility يعني البرنامج التدريبي خلى الامبلويز الدهم القوة إنهم يبقى عندهم المسئولية أكتر يعني إيه خلىهم الدهم القوة منحهم القوة يعني empowered the family is part of society الأسرة جزء إيل في المجتمع جزء مهم أو متكامل مع المجتمع integral her reaction was she reacted at once الرد الفائل بتاعها كان إيه يتفعلت في الحال في الحال يعني إيه بقى يعني instantaneous الانترنت عمل إيه في طريقة التواصل اللي احنا متواصل بيها revolutionized يعني غيرها تغير جزري few public phones now accept coins يعني التلفونات العامة قليلة دلوقتي بتقبل العملات but many take A cards لكن كتير بتقبل A cards بتقبل credit cards اللي هي الكروت أو البطاقات الاعتمالية many women work in the A industry ستات كتير بتعمل في مجال صناعة التجميل beauty industry التلفونات بتاعتنا بتبقى مقفولة خلال ساعات العمل الساعات العمل اسمها office hours تخلي بالك دي الكاليكيشن اللي يجب نبقى مذكرينها starting a war for no good reason is probably the worst abuse of إنك تبدأ حرب بدون سبب جيد أو سبب حقيقي ده the worst abuse of يعني ده أسوأ استخدام للقوة abuse of power in modern industrial societies child A is recognized as essential social service يعني في المجتمعات الصناعية الحديثة child A رعاية الطفل child care بيهتموا بيها جدا if it doesn't rain tomorrow لو جو ما مطرش بكرة we A our umbrellas فاحنا مش هنحبقى محتاجين الأمبريلز جملة بدقة بif إحنا عرفنا إننا بنستخدم المستقبل اللي هو بولو المصدر مع قاعدة F في الحالة الأولى يبقى ما لقي F هنا هاستخدم إيه ولو المصدر فين هو عندنا هنا بجملة منفية فبدأ الول عندنا want يبقى we want to take مش هناخد number two but she promised to write to us هتروح أجازة الأسبوع القادم بس وعدت إن هي هتكتب لينا هنا next week مستقبل فين المستقبل في الاختيارات هنا عندنا will be هتكون في أجازة I was told I was told URL قالوا لي إنك تعبين I hope you a better soon أما لي I hope I hope بنستخدم معها تمام well والمصدر يبقى we'll feel better soon I have no idea how to do it ما عنديش فكرة إزاي عملها I eat it ما عنديش فكرة إزاي عمل يبقى مش هعملها مش هعملها I won't make it the ship it has a large hole السفينة هصلاها إيه هتغرق لإنها فيها سقب كبير أنا عندي هنا دليل على التوقع بتاع الغرق السفينة لعرفنا لما يبقى عندنا دليل باستخدم مستقبل يبقى أقول the ship is going to sink I have it because I intended to study about animals أنا هبقى طبيب بطري لإن خلاص intended نويت إن أنا أدرس عن الحيوانات طالما intended يبقى أختار I am going to be مستقبل بجونت لما لاقي intended the bus at 7 a.m. tomorrow الساعة 7 غدا حددت وقت مع كلمة tomorrow يبقى هستخدم خلي بالي بقى هنا the bus الأوتوبيس الأوتوبيس ده ما اتفقنا موعيد الأوتوبيسات والقطارات حتى لو عندي كلمة بتدل على المستقبل باستخدم معا مدارع بسيط لأنها موعيد سبتة ومحددة يبقى في حالة الموعيد والقطارات والبساط نستخدم مدارع بسيط فاستخدمنا هنا leaves لأن ده باس كلمة مفرد بنضيفة الفعلة معها s أو es I canceled all meetings أنا لغيت كل الاجتماعات a rest هاخد راحة أنا لغيت كل الاجتماعات معنى جدا أن أنا كان عندي اجتماعات فهنا فجأة تعبت فأخدت قرار سريع أن أنا ارتاح قرار سريع يبقى ولو المصدر يبقى I will have a rest I seal it unless you come early unless 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 زيها زي زي if يبقى استخدم لها ايه will والمصدر يبقى استخدم want to like he isn't driving in a crazy he is driving in a crazy way بيسوق بطريقة مجنونة يبقى هيعمل حدثة ده عندي دليل على التوقع بتاع يبقى استخدم مستقبل by going to يبقى he is going to have an accident كده خلصنا ولدان أحسنتم أتمنى لكم فهمنا الدرس بتاعنا تابعونا نكمل بقي منهج ان شاء الله اتمنى لكم التوفيق thank you goodbye